تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة وأولياء العهود وأعرب سموه فيها عن خالص تهنيه وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهم وعلى بلدانهم وشعوبهم بوافر الخير واليمن والبركات وأن يرفع عن البشرية جائحة فيروس كورونا